وعايز برضو اوضح حاجة مهمة جدا ان احنا في ظل هذه الامور انا شايفها راكل الجزاء انا شايفها قبل بس ما نتكلم عنها قبل ما نشوفها انا شايفها راكل الجزاء بنسبة 70-80 يعني انا مش متأكد منها 100% انا معانا جبت الاسلام ضرب الجزاء اه 100% اه 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 طبعا ضربة الجزاء بص حدق دي الصورة يعني واضحة جدا بص القدم بتاعة المدافع بتاع المراسل البرازيلي وقدم احمد عبدالقادر جوه واضحة جدا ضرب الجزاء يعني واضحة جدا اذا راكل الجزاء 100% لم يتم احتسابها للنادي الاهل راكلة الجزاء دي اعتقد لو دخلت كانت هتفرق كتير مع النادي الاهل كانت هتخلي نتيجة 2-1 كانت هتفرق نتيجة 2-1 وساعتها ممكن وتقدر بقى تعود مع التغييرات اللي حصلت مع الشكل الشوت الثاني كان المطش كان هيكهرب على فرق بالمراسل البرازيلي وبالتالي برضو ده في ظل المرافش احنا ايه حظنا مع الحكام بصراحة يعني ان الحكم ده واحد من افضل الحكام بصراحة واحد يقول اللي واللي عليه هو هنا مسؤولية الفار اه والحكم ده واحد من افضل الحكام في اوروبا طب ليه مراحش شافه وهي غريبة كابتل يعني معلش هو وقف استنى وحط ايده على السماء انا حكم الفار وانت الحكم الرئيسي انا قلت لك انها مش راكل الجزاء طب ما روح ابص عليها لو انا شاكك فيه صح ولهو حسابها هو ما حسابهاش صحيح هو ما حسابهاش لا فحكم ما مقفش عليها اصلا هو احمد عدة اي كونتكت بيحصل ما بين احمد في الوضعية دي في ضرب الجزاء ولو شفناها في الفيديو واضحة جدا ان في كونتكت حصل ما بين المدافع وما بين احمد عبادر حتى لو طفيف في ضرب الجزاء حصل احتكاك القدم من تحت حصل في كونتكت من تحت وهذا ليس تبريرا برضو انا لازم اقول الكلمتين دول وهذا ليس تبريرا ولكن احنا بنقول ان ده حق لنا احنا شايفين ان هو ركل الجزاء لم يتم احتسابه فيه ظروف بصفة عامة اللي احنا بنتكلم فيه ان فيه ظروف بصفة عامة سواء فيه لعابة منتخب واصلا برح بالليل لعابة النهاردة عمر السلية وايمن اشرف ولعابة نزلت الشوت التاني حمدي فاتحي ومحمد شريف ففيه ظروف طبعا وفيه غيابات وفيه إصابات وفيه زي ما احنا شايفين فيه وكارات تحكمية